ده الجالاكسي ايه اربعة وخمسين اللي كلكم سألتم عنه منجهز له فيديوهات جامدة جدا هتنزل قريب ان شاء الله بس مش ده موضوع حلقة النهاردة النهاردة جاي نتكلم عن افضل الموبايلات اللي ممكن تشتريها بعشر تلاف جنيه وانا بقرأ كومنس على الفيديوهات اللي فاتت لقيت ناس كتيرة بتسأل عن اسعار الموبايلات بالدولار عشان احنا متابعين نكون برا مصر اكيد انتم منورننا الفكرة ان اسعار الموبايلات جوا مصر اغلى شوية بسبب الضرايب والجمالي انا هبسطها لك عشرة تلاف جنيه يعني حوالي تلتمين وعشرين دولار واحنا عندنا بندفع حوالي خمسين ستين سبعين دولار زيادة ضرايب وجمالي فمن الاخر العشرة تلاف جنيه عندنا يعني موبايل تقريبا في حدود المتين وخمسين دولار تمام مهم جايين نتكلم نهاردة عن افضل الموبايلات المتاحة اللي انت تقدر تشتريها من اي حتة تقريبا جديدة في حدود سعر العشرة تلاف جنيه من كل شركات الفيديو ده زي الفيديو اللي فات بتاع افضل الموبايلات بخمس تلاف جنيه اللي لو ما شفتوش روح شوفه مش اسكريبت يعني انا مش كاتب اسكريبت انا جايب اللاب بتاعي وجايين نتكلم كده وندردس هوا ونشوف كل شركة في الصور المصري عندها موبايلات ايه كويسة في حدود سعر العشرة تلاف جنيه علشان لو في حد بيحب شركة معينة يلاقي الموبايل اللي هو عايزه فدلوقتي تعمل ايه باشا بتعمل اللايك الجميل زي ما انت بتعود فاكيد تعمل اشير للفيديو علشان يوصر اسرع لكل الناس ويلا بينا نبدأ الحلقة اول شركة معانا شركة سامسونج اللي للأسف ما عندهاش موبايل كويس دلوقتي جديد في مصر بعشرة تلاف جنيه ايوه زي ما انت سمعت كده اللي بعشرة تلاف جنيه بالزبط يعني دلوقتي موبايل اسمه سامسونج جالاكسي ام تلاتة وتلاتين والموبايل ده في وجهة نظري نسخة اقل حبتين تلاتة من الجالاكسي ايه تلاتة وتلاتين يعني يكفي ان انا اقولك ان هو شاشة اي بي اس فانت هجيب موبايل من سامسونج اللي هو احنا بنشتريها علشان الشاشات الحلوة وهتلاقي الشاشة مش املت هتلاقيها اي بي اس فانا ما راشرح لكش الموبايل دخل امال اشتري ايه لو انا عاوز اجيب موبايل بعشرة تلاف جنيه من سامسونج بص ما قدماكش غير اختيارين واللي هم غيري وشوية ول انا كل فيديو اعضو اقولك يا باش هلحقهم قبل ما سعرهم يزيد وفي كل مرة سعرهم بيزيد اللي اختيارين هم السامسونج جالاكسي ام اثنين وخمسين 5G والسامسونج جالاكسي ايه تلاتة وتلاتين الموبايل دول ممتازين جدا السامسونج جالاكسي ايه تلاتة وتلاتين جايب ببروستوري لاجزينوس الالف امتين وتمانين جابي كاميرا خلفها ممتازة 48 ميجابيكسل اه بس فيها مسبت بصري كاميرا سيلفي 13 ميجابيكسل كويسة طبعا شاشة اامليد 90 هيردس هي بنطش بس شاشة اامليد من سامسونج طبعا حلوة البطارية بتاعة كويسة جدا خمسة الاف من اللي قبري مش هتشتكي منها طبعا عيوب الموبايل اكيد كلكم عارفينها سرعة الشحن مش اصرع حاجة 25 وقت مفيش اصلا شحن في العلبة ولا في هند فري ولا في سكرينة مفيش حاجة باش يعني الموبايل ووسط الشحن بس زي تاريبا كله موبايلات سامسونج جديدة بس هو موبايل كويس وعلى فكرة الشبكات الاتصال بتاعته مش الواي فاي كويسة جدا المهم من الموبايل ده رينج سيار دلوقتي النسخة 128 و 8 حوالي 11000 جنيه طيب الانبيت 52 احسن منه شوية في انه هو بيجيب البروستيسور المفضل بالنسبة لسناب دراجون 778 جي اللي هو بيقدم لك اداء كويس جدا كاميرا خلفية كويسة بس مليجي المسبب بصري مفيهوش بقى مقاومة مية مفيش صوت ستادي وشوية حاجات كده يعني موجودة في الـ A33 ومش موجودة في الـ M52 بس اوكي وبرضو اختيار كويس جدا وسعر دلوقتي حوالي 11200 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا طبعا مش هقولك اشتري السامسونج A52 العادي مش الاس 12000 جنيه نسخة 128 انا مش هقولك كده انا بالنسبالي تجيب الـ A33 او M52 احسن طبعا الموبايلات الجديدة شوية بقى من سامسونج زي الـ A53 الـ A73 الـ A34 الـ A54 اللي هنراجعوا كل الموبايلات دي غالية وابعد حبة حلوين من الباضي بتاع الـ 10,000 جنيه والليه برضه هنعمل لها فيديو ان شاء الله افضل موقعات اللي ممكن تشريها بقى فرينجي للـ 15000 جنيه اللي هو ايه عاوز يعلي الباضي بتاعته شوية طيب خلال دلوقتي نسخة على شركة اوبو واللي فيه مشتخدمين كتير لما بيجيت فى 10,000 جنيه بيعايز يشتري موبايل اوبو اللي هو معالج سناب درجون 680 اللي هو معالج موجود فى موبايلات بـ 6000 جنيه بس هو اداء حلوة على الموبايل ده يعني بس من الاخر يعني مش افضل موبايل جيمينج ولا ده اليوم العادي شغال شاشته اعملت حلوة 90 هرتز بطريطة 4500 بس معقولة الشاحن بتاعه جوا العلبة الحمد لله 33 وقت برضه مش اسرع شاحن بس شغال طبعا شبكات مفياش غلطة سيلفي كويس عموما الموبايل هو اكبر عيب فيه من وجه نظري هو البروسيسور اللي سناب درجون 680 اللي لو كان البروسيسور ده احسن كان الموبايل ده هيكون موقفه احسن من كده بكتير وعلى فكرة برضه هو صوت ومش استيريو لو انت عاوز بقى تزود شوية فانت هتجيب الأفورينو ايتي الفور جي اللي انا راجعته من حبقة وبرضه قلت عليه ان هومبايل كويس بس مش افضل حاجة ممكن تشتيرها بسعره علشان دايما فيه ناس بتداين اوبو مش بتديلك افضل مواصفات مش بتدينا دايما افضل مواصفات هي بتحاول تديلك مواصفات كده معقولة تديلك تجربة كويسة وده اللي مخليها تبيع كويس في الفعل المتوسطة والمتوسطة العاجية المهم رينو ايتي الفور جي انا راجعت انتو عارفين بروسيسور ميديا تيك جي تسعة وتسعين تكنولوجيا ستة نانو اداء كويس في الالعاب اداءه اليوم العادي كويس استيلاكه للبطارية حلو مشكلتي معي معالجة الصور بتاعته مش احسن حاجة وده مخلي كاميراة الرينو ايتي فور جي بالنسبة لي مش افضل كاميرا ممكنة طبعا شكله لطيف جدا وفي رينج لايت حلو والرينج لايت ده في ارجي بي يعني بينور دي كزا لون مش لون واحد زي الرينو سيفن فور جي والايت فور جي هنا بقى بيادعم صوت استيريو وعالي وكمان بطاريته ببيلة خمسة الاف ميلي امبير مش الربع تلاف خبس ومية الموبايل بالنسبة لي بيقدم لك تجربة مرضية بس لو انت حد مش جيمر حد عاوز يشتري موبايل وي رايح دماغه الموبايل ده سعر دلوقتي حوالي 11000 جنيه للنسخة المية 28.8 و12000 جنيه للنسخة ال256.8 طبعا انا مش عاوز اطلع بالسعر اوي كده بس هو الموبايل ده كان لازم اقول عليه فرينج العشرة تلاف جنيه لانه هو في نسخة منه 11000 جنيه وطبعا اللي احسن من الموبايل من يوجد نظري ده لو لقيته الرينو سيكس 5G الموبايل ده كانت صفقة كويسة جدا ومازال صفقة كويسة جدا بعد تتفع الاسعار اخر سعر شفته للرينو 6 كان حوالي 11000 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا طبعا عندك موبايلات تانية زي الرينو 8 ده انا بقول لك بسعره ما تشتريهوش اشتري الرينو 8T هيدي لك تجربة احسن وعندك الرينو 8T موبايل كويس بس غالي قوي يعني بسعره اقول لك لا هات رينو 8 5G هيدي لك تجربة احسن والكلام ده كله برضو زيادة عن السعر اللي احنا بديتكلم فيه اللي هو 10.000 جنيه فخلينا ايه ما ندخلش في المواضيع دي ونأجلها شوية للفيديو اللي جاي تعالوا تشوف شركة شاومي واللي انا في صراحة زعلان ان هي ما عندهاش موبايل جديد كويس ب10.000 جنيه حد دلوقتي بص يا شاومي نزلت الريدمي نو 12L 4G ب7000 وشوية وده مان محلي موبايل ده احنا هنراجع عرائب ان شاء الله بس ده اهل من البودجيت اللي احنا جاي نتكلم عنها ونزلت الريدمي نو 12 برو بلس ب16.000 جنيه فده برضو بعيد عن الميزانية اللي احنا بنتكلم عنها طيب انا مش عاوز اوجع دماغك تشتري بعشر تلاف جنيه من شاومي ما عندكش غير الريدمي نو 10 برو بعشر تلاف جنيه من نسخة مية تمانية وشوية تمانية انا مش عاوز اقولك روح حياتي والموبايل ده بقاله انا براجعه من انت من ثلاث سنين تقريباً بيبقى بعشر تلاف جنيه واكتر كمان سهل كتير بصراحة هو موبايل كويس بالنسبالي حلو جدا وتجربته حلوة جدا بس ورده موبايل قديم نعرف ان اللي بيروح يدفع عشر تلاف جنيه ده عاوز يجي موبايل حلو وجديد موبايل لسنازل مش موبايل اصلا واحد صاحب واشتريها بخمس تلاف جنيه من زي ما يقوله عم انت رايح تشتري موبايل ده بعشر تلاف جنيه ماشي فيه فقى الريدمي نوت 11 برو الفور جي وده سياره دلوقتي حوالي 11000 جنيه للنسخة ال 1288 كتير يعني بروسسور جي 96 اللي هو تكنولوجيا 12 نانو اللي هو طبعاً ستيلاكور في بطارية زيادة حبتين تلاتة عن الجي 99 اللي انا لسه ايلك عليه في رينو بس موبايل بقى كاميرا 100 ميجابيكسل كويسة سيلفي على قده بطارية 5000 شحن 67 واط بس بالنسبالي انا متفعش فيه 11000 جنيه فانا محتاج موبايل من شاومي بضمان محلي كويس ينافس في الفئة السعر بتاع 10 تلاف جنيه دي فئة مهمة في السوق المصري انا عرف ان الفئة المتوسطة كويسة بقيت 15000 جنيه بس برضو ال 10 تلاف جنيه هو مبلغ كبير اقع على ناس كتير بس من الاخر هو المبلغ ده هو اللي هيبقى كان 6 و 7 تلاف جنيه من فترة هيبقى هو ال 10 تلاف جنيه وهتلاقي عندك موبايل كمان من شاومي اغلى شوية من 10 تلاف جنيه بس الضمان دولي مش محلي ال بوكو اكس 5 العادي ايوه العادي مش البرو المحلات بيقوا بحوالي 11500 جنيه نسخة 256 جيجي و 8 جيجي الموبايل ده بيجي ببروسيسور سناب دراجون 695 جيجي اللي بالنسبة لي هو اكيد احسن من ميديا تيك ال جي 96 و جي 99 كمان بس مش جامد زي ال 775 بسراحة عشان بس نبقى متفقين والكاميرات بتاعته يعني مش افضل حاجة 8 مجابيكسل والسيلفي 13 و 16 بطارية 5000 وشحن 33 واط من 67 واط بيتباع دولي و 11500 جنيه انا لو هتفع 11500 جنيه في البوكو اكس 5 العادي هتصرف واستلف 2000 جنيه واجبيه البوكو اكس 5 برو 13500 جنيه وانا عارف برضو ان هو مش موضوع حالات النهاردة بس دي نصيحة بديها لك يعني تفعش 11500 جنيه في البوكو اكس 5 العادي زود 2000 جنيه وهات البوكو اكس 5 برو لانك هتاخد تجربة احسن بكتير اوجي في كل حاجة ومنتظرين من شاومي نشوف بقى الموبايلات الجديدة اللي هتنزل بعد الريدمي نوت 12 الفور جي وبعد الريدمي نوت 12 برو بلس نشوف بقى الريدمي نوت 12 اس الريدمي نوت 12 برو هنزله بكام لان هما لازم لازم يا شاومي نركز على فئة 10.000 جنيه شوية ندخل على شركة هواوي واللي لسه لحد دلوقتي ليها فانز وبيحبوها جدا وبيعزوها جدا رغم غياب خدمات جوجل بشكل رسمي لان هواوي فعلا بتقدم لك تجربة حلوة جدا شبكات قوية جدا ومبيلاب نوفا ناين يا جماعة موبايل ممتاز من وجه ناظري وانا شايف ان هو حتى لايه كارن بالاونر 50 اللي كان نازل معاه لان تجربة التصوير في النوفا ناين احسن بكتير من اونر 50 جاي بروسيسور سناب دراجون 778 حلو جدا هو فور جي مش فايف جي بس كده كده مفيش فايف جي في مصر شاشته قولت حلوة جدا 120 هيرتس كيرف حاجة يعني عظمة تصميمه رائع قوي بطاريتها 4300 بس بتاعه شحنة سريع 66 وار هو مشكلته بس الحالية من وجهة ناظري ان هو مبقاش موجود يعني اخر سعر شفته للنوفا ناين كان حوالي 11000 جنيه ونسخل 128 جيجا يعني لو انت فان لهواوي وعاوز موبايل فرنج 10 تلاف جنيه دور شوية على النوفا ناين ولو ملقتوش ما نصحكش قوي بصراحة بالنوفا ناين اس اي لان النوفا ناين اس اي هو اقل منه بحق كتير نوفا ناين اس اي جايب البروسيسور سناد دراجون 680 جايب شاشة اي باس مش اوليد وجايب بستطب كاميرات اقل لما جربته فمن الاخر اي يعني نوفا ناين اس اي هو دلوقتي اللي هو سعره حوالي 8500 جليل نسخة 128 اهلب كتير في التجربة الفعلية من النوفا ناين العادي فلو انت عاوز موبايل ب10 تلاف جنيه من هواوي دور على النوفا ناين العادي ندخل بقى على شركة ريلمي واللي برضه انا ازعلان منها لان هي ما عندهاش موبايل كويس في السوق ب10 تلاف جديه ولا ضمان محلي ولا ضمان دولي حد يعني انا هقول لك الريلمي جيتي مستر اديشن دلوقتي لو لقيته هتلايب 12500 جنيه اقل لنوسخة لي موبايل كويس جيد بس 15500 و13000 و14000 وارقام غريب الريلمي جيتي نايتو موبايل ممتاز جيد وجود نظر احسن حتى من الريلمي جيتي مستر اديشن لو لقيته هتلايب 14000 جنيه وكل الكلام ده جماع ضمان دولي مش محلي الموبايلات دي هتنافس اه بس في الفعل اللي جاي الفيديو اللي جاي بتاع الموبايلات الاغلى شوية انما الفئة دي انا مش شايف موبايل بعشر تلاف جنيه موجود في المحلات الرشحولة يعني الريلمي تين برو مش البرو بلس مش موجود غير انت محل واحد في مصر طيبا فانا مش هقدر الرشحولة التين برو بلس هو اللي موجود وقمس شرق الف جنيه وهنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي انما يعني الريلمي مفيش موبايل بعشر تلاف جنيه هو الموبايل اللي موجود وامرطرت في المحلات الريلمي تين بثمان تلاف جنيه نسخ خمتين ستة وخمسين جيجا ثمانية جيجا لام برسوسر ميدياتيك جيس تتتس عسين شاشة املد كاميرات معقولة بطارية حلوة وشحن معقول وصوت مش استيريو بس معقول لو انت ده اللي بتدور عليه وعاوز موبايل من ريلمي فما قدماكش ريلمي تاني او هتزود الميزانية حبتين تلاتة وتطلع لموبايلات اعلى من شركة ريلمي وما تشتريش الريلمي سي خمسة وخمسين يعني انا ناقص ان انا هاشتري الموبايل ده على حسابي واراجعه عشان اوريلكم ان هو اقل من الريلمي تاني عشان يعني الناس اللي بتسأل فرق وخمسمائة جنيه تشتري الريلمي سي خمسة وخمسين ولا الريلمي تاني يا عم اشتري الريلمي تاني حتى لو كاميراته اقل شوية فستيلة هو صفقة افضل بكتير من الريلمي سي خمسة وخمسين يلي من وجهة نظري سعره مبالغ فيه جدا كلهم ضمان دولي بس سعره م سبعة تلاف جنيه انما طول ما هو فرق السعر ورايب ما بينه وبين الريلمي تاني اشتري الريلمي تاني ندخل على شركة اونر ولا بالمناسبة اونر منزله موبايل جديد كده بمناسبة الموبايلات الجديدة اسمه اونر اكس سيفن اي موبايل ده نزل بس تلاف تلتمية جنيه نسخة مية تمانية وعشين جيجا واربع جيجا رامب وشكله حلو بس المضحك في الموضوع ان الموبايل ده جاي بروسيسور الميديا تيك الجي سوعة وتلاتين بالمعالج الرسومي الباور في ار الجي اي تمانية تلتمية وعشرين اللي هو ما مشغلش حاجة عادلة فانتو كنتو متضايقين ان الريدمي تولف سي وتع شاومي بخمس تناف جنيه وفي بروسيسور ميديا تيك جي خمسة وتمانين اللي هو على الاقل بيشغلك باب جي على اي اتش دي مستريح تقوله لا 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 ده مش حلو اونر اكس سيفن اي بروسيسور ما يشغلكش اي حاجة عادلة تماما بستة الاف وشوية ما علينا الموبايلات اللي عادلة عند اونر طبعا اونر سيفن تي موبايل كوايس جدا بس غالي سعت لها القيم 16000 جنيه مش ده اللي احنا بنتكلم عنه خالص ما اعتقدش حتى ان إلج موبايل ده هيبقى موجود في الفيديو اللي جاي المهم positioned X9A موبايل كويس لو انت بدور على موبايل 2021 بس وارده منزلش عندنا حتى مش موجود مضمانuc ده اولي متاح بكميات في المحلات فمش هتكلم عنه والاور 50 موبايل حلو جدا وهيدي لك تجربة كوياسة جدا بس للاسف مبقيتش هشوفاء خالس جديد في المحلات وكان اخر سعر ليه حوالي 12000 جنيه لص واحد وتنسخة ال 위해 256ه писت. ف فمن الاخر اللي موجود بالفعل من Honor في المحلات في رنجل لعشرة تلاف جنيه مفيش حاجة بعشرة تلاف جنيه فيه التمان تلاف جنيه اللي هو Honor X9 اللي هو نسخة تقريبا من Nova 9 SE بس Honor بخدمات جوجل عادي والفكرة ان الفارمة بينهم ان Honor X9 البطارية بتاعته اكبر شوية بس الكاميرات بتاعته اقل شوية من Nova 9 SE سعره حوالي 8000 ومتين جنيه النسخة الـ 128 جيجا مع 8 جيجا رام لو انت فان الـ Honor وعاوز موباية في الحدود دي فممكن تفكر في Lex9 رغم ان انا شايف ان هو مش بيقدم اي حاجة كويسة زي Nova 9 SE بالزبط شاشة IPS بروسيسور سناب درجو 680 4G كاميرات معقولة بطارية 4800 شحن 660 واط اكيد دي ميزة كويسة والشبكات بتاعته كويسة اكيد والسوفت والحلو يا بس المشكلة في البروسيسور اللي قديم نسبيا او الضعيف نسبيا والشاشة للـ IPS مش الامريك اخر شركة معانا واكيد انفنيكس يا جماعة مش موجودة في الفيديو ده لان هي معندهاش موبايلة بعشر تلاف جنيه اخر شركة هي شركة فيفو فيفو اللي معندهاش غير موبايل واحد بـ 10 تلاف جنيه والموبايل ده كويس جدا من وجهة نظري وقبل ما اقوله احب بقولك ان انا معجب جدا بالموبايل جدي بتاع فيفو اللي هو الـ V27 5G وبفكر جدا ان انا هشتري موبايل ده ورجعه هو في 17000 جنيه بس شكله جامد جدا وشكله كده هيعلم حتى على الجالاكسي 54 فبقى ان انا رجعت الريل می 10 برو بلس ورجعت البوكو اكس 5 برو ورجعت الريدمي نو 12 برو اللي هو مش فارق كتير عن الـ 12 برو بلس وهرجع الـ 54 فانا بفكر اجيب الـ V27 ورجعه يبقى كده ايه خط تجربة المنوبات الفئة المتوسطة لعالية كلها عشان اقدر افيدك بمعلومة مصبوطة سيبك بقى من الكلام ده كله 10 تلاف جنيه من شركة فيفو يجيبو لك الـ V25E جاي بـ Processor الـ MediaTek LG 99 الموجود في الريل می 10 الارخص والموجود في الريل اي تي الـ 4G الاغلى فـ Processor كويس مش وحش الشاشة بتاعته اميليد هي بس بنوتش 6-4 من 10 بوصة 90 هرتز الكاميرا الاساسية بتاعته 14 ميجا بيكسي بمثبت بصري وكمان الكاميرا السيلفي بتاعته 2-30 ميجا بيكسي فعاوز اقولك ان الكاميرات فيفو في الفئة المتوسطة جامدة جدا بتاعته تجربة تصوير محترمة جدا من الموبايل ده بطري 4400 ميلي امبير وشحن سريع 440 وقت مسكنتي معايا شكل الشاشة اللي بنوتش القديمة اللي زي الـ A33 كده بتاع سامسونج ما فيهوش صوت استيريو ومش بادعم تصوير فيديوهات 4K الموبايل ده النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام سهره في حدود 10,000 جنيه بس كده انا خلصت احب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطة دي في حلقاتنا النهاردة اكيد كده انت متحبني فاكيد تعمل اللايك الجميل اللي عمدتش في الاول وتكتب لي كومنت كده وتقول لي رايك في الفيديو بتاع النهاردة وقول لي برضو الفيديو اللي جاي عاوزينه عن موبايلات فرينجر 15 ألف جنيه ولا فئة تانية واكيد تتأكد ان انت عملينا سبسكرايب على اليوتيوب عشان تتابع المراجعات الجديدة اللي هتنزل عندنا بقى سابسونج جالاكسي 54 فيفو في 27 ريدمي نوت ويلف الفور جي اشترك في حلقة جديدة كان معكم وحمد سعيد سلام